بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة النصر في المنام إذا جاء نصر الله والفتح من قرأ سورة النصر في المنام نقول له نصر من الله يأتيك وفتح عليك يتحقق في أمر دينك ودنياك تستفيد وتفيد غيرك لماذا؟ لأنه قال إذا جاء نصر الله والفتح هذا إيش؟ فتح ونصر ورأية الناس يدخلون في دين الله أفواجة يعني تفيد وتستفيد تستفيد وتفيد غيرك هذا بالنسبة للتعبير ثم قال النصيحة اللي تخليها دائما على بالك حتى يدوم هذا النصر وهذا الفتح في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابة يعني خليك دائما على الصح والإحسان وتراجع بسرعة عن الغلط والخطأ يدوم لك العز والنصر والفتح وهذا طبعا بحسب حال الرائي وما يليق به وما تدل عليه الرؤية نجد أهل التعبير يقولون في من قرأ سورة النصر في المنام قالوا ينال نصر من الله وكذلك فتح يفتح الله عليه أبواب الخير في الدنيا والآخرة قالوا أيضا وقرب الأجل قالوا لأنها آخر ما نزل من الآيات فدل على قرب الأجل هذا للي أجل قريب وهناك علامات وأمارات عليه تقول أنه يقرب أجله ككبير السن المتهالك أو من يتعانى المخاطر والخطر في أعماله فقد يصيب هذا الخطر ومش هو حديث ابن عباس أو يعني أعمال بالخطاب رضي الله عنه لمن قالوا ماذا تفسرون الآية فقالوا أنها تدل على يعني فسروها على المعنى الظاهر لها ثم قال لابن عباس فقال أنها تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الفهم لكتاب الله أيضا من باب الفراسة والإلهام والإلهام لا يقصد به مجرد الإلهام بدون سبب كما قال الله سبحانه وتعالى وألهمناه صنعة لبوس وقال فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالإلهام ليس هو إلهام بجن أو شياطين أو شيء خارج عن الله الله سبحانه وتعالى يسوق لك ألف سبب سبب حتى تحقق القدر المقدر لك فإذن هنا نقول كذلك في هذه الآية مثل قول الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله طيب هو أرسل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأبان الحق علما وعملا وقولا وفعلا وعلموا لها الصحابة وعملوا به وفهموه وأتم النعمة طيب ليظهره على الدين كله وأظهروا على الدين كله منتصار النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في النصر والفتح طيب أتت الرسالة وتحقق المقصود من الرسالة لهو إظهار الدين بعدها هيكون النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إما أن يختار أن يعيش أو أن الرفيق الأعلى واختار الرفيق الأعلى فدل على الموت في هذه الآية أيضا وهكذا صور القرآن وآيات القرآن تجد الشيء يدل على الشيء ويدور حواليه المقصود من هنا أن من قرأ سورة النصر يدل على نصر وفتح قريب له لابد أن يحافظ عليه ويستفيد منه ويفيد غير حتى يدوم له ذلك ويتراجع عن الخطأ هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر